أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن المنجزات الوطنية والتنموية التي تتحقق للوطن في ظل المسيرة التنموية المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منطلقها مبادئ ميثاق العمل الوطني سموه نوه بالتعاون المستمر والبناء بين أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي ومن كفة القطاعات مشيرا سموه لأن العمل بروح الفريق الواحد هو الأساس في تحقيق النجاحات والمنجزات بمراحلها المختلفة بدءا من التخطيط والتنفيذ المتقن وصولا للهدف المنشود لافتا إلى ما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية من منجزات والتي كانت ثمرة للعمل التكاملي الذي يجب تعزيزه خلال المرحلة المقبلة كمبدأ راسخ في مسارات العمل المختلفة لمصالة تحقيق الخير والنماء للوطن وكفة أبنائه وأوضح سموه بأن كل الجهود يجب أن يكون هدفها تحقيق تطلعات المواطن وأن السعي لتحقيق ذلك هو الهدف والغاية من كفة مبادرات ومسارات التنمية فالمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل للوطن وقال سموه أن الطموحات كبيرة والأهداف لا سقف لها وأنا مؤمن دوما بأننا بالعمل متكاتفين حرصا على مصلحة الوطن سنصل لأهدافنا التنموية المنشودة وسنتجاوز مختلف التحديات لافتا إلى ما تنعم به مملكة البحر من طاقات وخبرات وطنية أثبتت على الدوام أن أهل للثقة في تحمل المسؤوليات تجعلنا نواصل تعزيز تنفسية البحرين في مختلف المجالات من أجل وضع المملكة في المراكز المتقدمة دائما جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفارق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من رؤساء الجمعيات المهنية حيث نوها سموه بالجهود التكاملية لمختلف القطاعات التي استطاعت تحقيق المنجزات ضمن رؤية البحر الاقتصادي 2030 وخطة التعافي الاقتصادي مجه سموه إلى الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحر الاقتصادي 2030 مع موصلة العمل على تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تحقق الخير والنماء للوطن وتطلعات أبناء الوطن الكرام وأشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة تدفعنا لوضع الخطط الكفيلة لمواصلة تحقيق اقتصادنا لنموه بخطوات ثابتة للوصول للأهداف المنشودة ومنها ما وجهنا اليه اليوم في مجتماع مجلس الوزراء لصياغة رؤية البحر الاقتصادية 2050 مع الحرصي بأن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع مؤكدا سموه بأن رأي السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني مهم في وضع الرؤية المستقبلية للبحرين وستكون لها خلال المرحلة المقبلة دور في مشاورات صياغة رؤية البحرين 2050 والتي يجب أن تستك أو تستكمل بإطلاقها قبل نهاية العام الجاري وأشر سموه إلى أن اقتصاد البحرين يقف على قاعدة صلبة ويتمتع بمقاومات يجب أن يتم توظيفها للتوظيف الأمثل من أجل مواصلة زيادة التنوع الاقتصادي عبر زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية ومواصلة تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات العالمية في القطاعات ذات الأولوية وصولا لتحقيق منجزات أكبر وأشمل تنعكس على نماء والزهار الوطني والمواطنين من جانبهم أكد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء الجمعيات المهنية اعتزازهم الدائم بأي منجزة تتحقق للوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يساهم في تحقيقها فريق البحرين من مختلف القطاعات مؤكدين استعدادهم الدائم للإسهام في كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن والمواطن منوهين بالحرص الذي يليه صاحب السمو الملكي وليل أهد رئيس مجلس الوزراء في إشراك السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة رؤية البحرين 2050 من خلال المشاورات التي ستتم خلال المرحلة المقبلة والتي تدل على ما يليه سموه من اهتمام دائم بالاستماع للجميع ودعمه المستمر لهم مؤكدين حرصهم الدائم على مواصلة بذل المزيد من أجل تحقيق التطلعات التنموية للوطن وأبنائه الكرام ترجمة نانسي قنقر